بصرنا بجريدة اليوم لليوم أن يكون ضيفنا بروفسور جاسم معجيئة وهو خبير اقتصادي وستراتيجي من لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير لحضرتك ولألك أستاذي الكريم والمشاهدين الكريم والسيدة صباح خير كمالا أستاذ درويج أهلا وسهلا فيك دكتور بالآخر قاعد معنا هون واليوم شو اللي تغير اقتصاديا واقتصاديا نحن نعرف أنه فيه تدهور مستمر يعني مش رح نسميه تدهور خليني سميه تأكل مستمر للمكينة الاقتصادية ولا المالية العامة وبيقبلهم من تاني جهة فيه مثل ما بقوله تدعيم وتحسين أكتر وأكتر لوضع الليرة اللبنانية أكيد في عمنا كثير كمان تخبط سياسي بأثر على الوضع الاقتصادي شو يعني التهويل ولا فعل هلأ هو التخبط السياسي جاء من وراء الخلافات بين الأفريقاء السياسيين خاصة هلأ التأليف الحكومة والعقد الموجودة مضبوط بس حتى بالأحوال العادية إذا منلاحظ الأسواق المالية هي بيعتبروها مثل نوع من المراقب الفعال للتخبط السياسي هون بدي أعطي بسرعة مثال في عندي مثلا سندات الخزينة اليوروبوند على العشرين سنة فيك تعتبرين مثل كأنه هاو اللي بيحطون على القلب هاو اللي بيعملوا للقلب تخطيط كيف بيصيروا يطلعوا ينزلوا سعر سندات الخزينة اليوروبوند على العشرين سنة مثل تخطيط القلب كل ما تخينقوا كل ما وطي وكل ما اتفقوا كل ما طلعت بشكل تعكس بشكل كتير كبير هالأمر هذا أنا باعتقاد الشخصي للتخبط السياسي بعد في عنا مشكل كتير كبير بما يخص الواقع الاقتصادي المادي 65 من الدستور بتقول أنه القرارات بمجلس الوزراء بتتخذ بالتوافق وإذا تعذر بالتصويت أنا باعتقادي هادي أكبر عامل تعطيل إذا بديك للقرارات الاقتصادية لأنه منلاحظ أنه كل الملفات الاقتصادية عم بتصير فيها نوع من التعطيل وعم تنحط على جنب بعطي مثال الكهرباء بعطي مثال الشراكة بين الكطاع العام والكطاع الخاص بعطي مثال عدة أمور عم تتعطل من وراء هالألية يعني باعتقادي أنا واجب أنه يكون فيه إلية للقرارات الاقتصادية مختلفة شوي صغير حتى تعتمد على التصويت مباشرة ويلي منه راضي أكيد يكون معارض بأي قرار يتخذ بالأغلبية طيب ليش دق نقوص الخطر يعني أكتر من جهة وأولا رئيس الحكومة يعني كان كلامه من يومين شوي أنه الاقتصاد نحو الانهيار بين هللين عم فلس بوقت أنه لبنان عم يفلس بوقت أنه حكي مصر في لبنان وضع ليرة كتير مني تسمح لي هذا فيه تناقض أو فيه تكامل لا هذا فيه تكامل بس فيه معلومة نقصة للرأي العام أنا بتمنى من على منبركم لأنه منبركم من شيف بتمنى أنه نقدر أن نشرحها ويريت بتعطوني 30 ثانية أكيد فيه بالاقتصاد أو خليني أقول بهال المجال هذا فيه تلات أشياء مختلفين عن بعضهم الشي اللي بيسموه السفار إيكونوميك يعني البيئة الاقتصادية فيه السفار فنانسيار اللي هي البيئة الميلية وفيه السفار مونتار اللي هي البيئة النقدية البيئة الاقتصادية والبيئة الميلية من مسؤولية الحكومة بينما البيئة النقدية هي من مسؤولية مصرف لبنان البيئة النقدية مستئلة خليني يقول بسياستها النقدية مستئلة عن السياسة الحكومية فإذا لما بيقول رئيس الحكومي ونقبل فخيمة الرئيس لما كان عنده سيدنا البطرق وقال له أنه الوضع أنه لبنان مفلس وطلعوا وعملوا مننا أزمة نعم هني عم يقصدوا عنا بالبيئة الميلية والبيئة الاقتصادية بس مش بالبيئة النقدية البيئة النقدية ما في عليها غبرة مستقرة وقوية ومحافظة عليها بس هيكي أنا أكثر من مقابلة قلت ببلد وضعه الاقتصادي تعيس ووضعه المالي تعيس تقدر تضمن سبيت لسعر صرف الليرة ما في عندك إلا بس شغلي وحدي أو مقيس واحد هو قدرة الدولة على تأمين العملات الصعبة طيب هذي كيف لبنان بيقدر يأمن عملات صعبة رح قال لك احتياط مصرف لبنان 45 مليار دولار من العملات الأجنبية 12 مليار دولار من دهب احتياط الدهب وعندك 12 مليار دولار وصول للمصارف بالمصارف الأجنبية صار المجموع 69 مليار دولار نتجنا المحلة 50 مليار يعني عندك 138% قدرة تحريك العملة الصعبة إنه تأمن العملة الصعبة مين اللي بده يقدر يوقف بالوج معلش يخلينا نحكي على اللبناني مين أي أكبر واحد بيقدر يوقف بوجه ذلك ضخامي بتحريك العملات الصعبة باعتقادي قلت وبرجع بأولى فيه ثلاث أهداف سيئة سيئة جدا ورا الحملة على الليرة أول شي خليني أقول غشمني والغشمني مثلا مثل سوء النية لأن كله 90% بيقبضوا بالليرة يعني شو عم بيصير فين لازم نعرف أكتر من 750 ألف موظف في لبنان بيقبضوا بالليرة اللبنانية وهذا الجرم اللي عم بيصير القانون العقوبات شو اللي زين يعلموا ما يقبضوا بالليرة لا لا قانون العقوبات 319 مادة 319 مادة 320 بتجرم كل واحد بطلع إشاعات عن الليرة اللبنانية وأنا من هوني من على منباركم بدعي السلطات ابتداء من فخيمة الرئيس أنه نيلاحق وكل واحد بطلع خبرية عن الليرة لأنه يخربوا البلد رح أحكيك عن الشئ التاني الغشيم غشيم عم بيطلع خبريات بدون ما يعرف ما بيعرف الفرق عشان هكي أنا حبيت أني أشرح بس إذا بيأخذ حالة السيء النية نعم هناك في عندك نوعين من الأصحاب النية السيئة في ناس عم بيهاجموا فخيمة الرئيس والعهد طبعوله للفخيمة الرئيس بده يفشل بالطريقة أو بالتاني بده يفشل لأنه مش معقولهم ما لحدي يقولي وسيقول له يمكن الليرة اللبنية هي anh؟ باب سهلة للهتحة يجمعوا عليه لا حبيبي أنا ما رح تزبط معك ما رح تزبط معك ما رح تزبط معك لا يعني مين ما يجج torch مين ما يجج يجج ما رح يقدروا يعملوا شي بالليرة اللبنية لأنه الليرة اللبنية متل ما قالت لها لك أنه فية 69 مليار دولار اليوم بدهرة اللي صار من 30 سنة او أكتر لاست ممكن يصير. مش ممكن يصير. مش ممكن يصير. تاني نوع من الأشخاص السيئين النية. لهن أشخاص بدون يعملون يبرزوا حالهم. بيبرزوا حالهم. طمعانين يمكن بحكمية مصر في لبنان. طمعانين بمناصب وزارية. على وقت تشكيل العقومي. فإذا ببلشوا هجمون تفرجوا عن حالهم أنه هن يلطيف بيرزين. هن يفهموا. لا حبيبي. إذا بدك تبرز هيك 60 سنة وراك. روح عاد ببيتك أزبط لك لأنه عم بتخرب الليرا اللبنانية. صيط الليرا اللبنانية والسئة بالليرا اللبنانية. أهم منك من المنصب طبعولك. وأهم من كل مناصب الدولة. لأنه فيه مثل ما تفضلتي وحكيتي 750 ألف بني أدم بيقبضوا بالليرة اللبنانية. حرام عليكم تعدوا تاجروا بالليرة بهالقصة هذه. عجزتوا بالسياسة. روحوا تفضلوا لعبوا بملعب السياسة. ما تجوا على الليرة اللبنانية اللي نقدر حكم مصرف لبنان بكل هالفترة يعفيها من السياسي من التدخلات السياسية ورجع جدت سأته فيه فخامة رئيس الجمهورية سنة الماضي بقى تفضلوا قعدوا على جنب وأنا بدعي حاكم مصرف لبنان وبدعي فخامة الرئيس الجمهورية أنهم يرفعوا يبلشوا يحركوا القضاء بما يخص إذا في عندهم معلومات علمية بتثبت أنه عن جد فيه شي خطر على الير يتفضلوا يطلعوا لعند فخامة الرئيس لا لعند فخامة ثلاثة إلى ما يحطوا بيكونوا عم بيساعدوا ما بيكونوا عم بهذا وإذا كانوا عملي شايفين أنه فيه عمليات مش مصبوطة مثلما كل مرة بيتهموا كل ما بيصير فيه عملية ميلية بين مصرف لبنان وبين المصارف التجارية تخرب تطلع سوق النية عنها تفضلوا روحوا قدموهم للقضاء روحوا قدموهم للقضاء يلفاس تخليه فوت على الحبس بس ما فيه كون تيجوا كل يوم كرامة الناس اكذب 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 علا هو يعلى شي نقطة بس هذا شي مضر صار شي مش معقول لنا بضرب الليرة خلينا نروح لعنوين الصحف صدرة سبعة حزة اليوم ستة وعشرين عفوا سبعة وشرين حزيران الفين وطمانطعش لنشوف شو عنوانيت خلينا نبدأ مع صحيفة الأخبار الجيش السوري يفتح محاور درعة عزل الريف الشرقي يقترب أزمة التاليف عودة إلى ما قبل التسوية الرئاسية بعلبك الهرمل الدولة على رأس المطلوبين وبالصورة عبدالله يبيع الأردن مجددا مصفة عشرين وعشرين ليش ضحكتك هالموضوع شوي فطفات العنوان شوي فطفات نحن نعرف أنه فيه ظروف جيو سياسية كتير قوية باعتقاد الشخصي الاحتجاجات اللي صارت بالأردن بالفترة الأخيرة منا بريئة مفتعالة يعني أكيد نحن نعرف أن الأردن حلقة ضعيفة اقتصاديا كرميل شو تستف سياسيا مع الخليج أو لا مش بالضرورة يمكن أنا باعتقاد الشخصي عندنا أكتر باتجاه الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية الفلسطينية أكتر من ما هي باتجاه شي تاني ولكن الأردن حقيقة الوضع الاقتصادي ما بيساعدوا حتى يأخذ مواقف حادي يوقف يقول مثلا أنه أنا بهذا الطرف أو بهذا الطرف عشان هكي إذا بتلاحظي أنه الموقف شلالة الملك بيضل لين بيضل كتير مثل مبول ومعتدل ونحن مش كتير منختلف بالوضع إلا يمكن باستثناء الرأس الدولي يمكن عنا في صلابة في حرية أكتر في صلابة أكتر في عناد أكتر نعم بس خلينا نقول اليوم خلينا نقول اليوم أنه في حال تحرير درعة مثل ما هي ماشي هلأ الأمور من قبل الجيش السوري يعني المعابر بترجع بتفتح مفروض ترجع تفتح مع الأردن إلا إذا كان في ضغط على الأردن بعدم فتحها ما يسهل اقتصاده أيضا يعني الشاحنات اللي بتعبر عبر الترانزيت إلى دول الخليج من خلال المعبر في معملة هذا معبر نصيب هو الأساس اللي كنا نحن نمر تعطنا فيه أنا باعتقاد أنه دي جاء بس بمجرد كحتة الإرهابيين من هذه المناطق بغض النظر منه مسيطرة لأنه تعرف حضرتك أنه مقصومين الناس بين مؤيدين ومعارضين للنظام في سوريا بغض النظر بمجرد كحتة الإرهابيين أكيد بترتاح الأوضاع ويصير فيه إمكانية بس ما بده أقرار سياسة لفتح المعبر بالنهاية مش بس الأقرار الأمنة باعتقادي الشخصي أنا أنه القرار الأمني خليني أول أو بالأحرى الشق الأمني هو انعكاس للقرار السياسي لأنه نحن نعرف أنه تسكير معبر نصيب ما كان بريء ونحن شفنا أنه يمكن هذا بفعل أكتر التجارة بين أولى أولى بين إسرائيل وبين الدول العربية تستخدم أكتر كترانزيت بتسهل كدولة الترانزيت نعم أنا بالنسبة للي أنه في عداء مش أيديولوجيا مش فكري مع إسرائيل ولكن عداء اقتصادي صحيح العلاقة أي تطبيع للعلاقة مع إسرائيل رح يقضي على لبنان قضي اقتصاديا لذلك لا للتطبيع لا للتطبيع لا للتطبيع بالنهاية إسرائيل عدو يعني وستبقى بكل مجلات عدو بس أنه عن جد إذا من فوت بتفاصيل الخطر الاقتصادي اللي ممكن يشكله التطبيع حيث بيصير فيه يمكن عداء بهذه الجهة هذه أكثر بصحيفة الجمهورية التيار يعلن سقوط تفاهم معراب وبالصورة السفير البابوي الجديد يسلم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية بحضور وزير الخارجي والمغتربين بس مبارح ما قال هيك رئيس التكتل لبنان الأوي أنه نعين معراب حتى قال لن نخرج من أي التفاهم هو بالتحديد حياتنا أنا تسمعت عليها مرتين يمكن يكون فيتني شي بس أنا سمعت أنه لن نخرج من المصالح يعني ما رح ينكس المصالحة بالنسبة لأيلي أكيد الاتفاق السياسي يمكن يعني هي ذات جقين هم بعتقد نلعب على هذه النقطة وأنا شخصيا مع التفاهم بكل جوانبه أول شيء الحياتي لأنه نحن نعرف أنه التفاهم ريح المجتمع المسيحي ريحه على جميع الأصعدي وعم نشوف يعني تدعياته على الأرض هذي كل مرة إشكال فردي بإحدى الجامعات دغري حولوا إشكال عوني قواتي وبلشوا طلعوا بالنتيجة ببيان واحد أنه مخصط فيه هذا إشكال فردي باعتقد أنه ريح يارات نظلنا نسعة يظل مكفة هالأتي فيه بالمستقبل عوني يجدد التزام الطائف ورئيس مكلف يتحمل مسؤولياته الدستورية بالتعاون معه الحريري يواصل تبريد الأجواء وتعبيد طريق التأليف هاي وين برويجيكت لبنان أوكي مبارح احتجاجات الإيرانيين تتواصل وواشنطن تخنق طهران نفطيا هون بالإشارة تقريبا 400 إلى 500 ألف برميل رح ينحرموا منهم الأسواق رح يكون في قيود تاين بار واشنطن داية الدول لأنه مبعا ياخدوا من إيران أنا باعتقادي رح يظل فيه استمرارية لأنه السياسة العقوبات الأمريكية هي مثل الخنق المتواصل البطيء يعني مش دغري بشده الطاق لا بشده شوية 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 بس هالشي ما رح يوصل إيران لمزيد من الانهيار الاقتصادي يعني شوية عادة ما بيصير هي الهدف مش أنه يقضوا عليها الهدف أنه يطوعوا القرار السياسي بس نحن بنعرف أنه هذه السياسة العقوبات الخنق اجت من وراء تجربة كوبا لأنه البابا يوحن بولو ستاني يوم متى استنكر بشده هو كان أول مسؤول يستنكر العقوبات على كوبا لأنه الأمريكيين بعقوباتهم على كوبا خلوها من العصر الحجري صحيح بتلاقي أنه لو الزمن متوقف بكوبا بوقت من الأوات بالأربعينين ورجعت صالحه بس على الرغم من هذا وكله يعني فيه تدعيات إنسانية صحية بشرية كتير كبيرة عشان هيك ما بقى يستخدموه يعني كان فيه قرار بالإدارة الأمريكية أن يستخدم العقوبات اللي بيسموها العقوبات الذكية اللي هي بتستهدف أشخاص بتستهدف أمور رح يصير يضيقوا بالنفط شوي شوي بس رح يتركوا نفط ينبيع كرميل ما بيعودوا يعطوهم مصاري بصيروا يعطوهم مواد غذائية بمقابلهم تحتى تحتى يتفادوا أي استخدام لأموال النفط بالأنوار خلافهم علني بين عون والحريري حولها صلاحية تشكيل الحكومة نجد عيسان فارس يكرم في بيروت يكرم في بيروت في التاسك فورس الأردن يعلن عدم قدرتها على استقبال المزيد بين النزحين أشياج الليبي يعلن رفض تسليم مشاءة النفط إلى حكومة سراش إذا بتسمح لي بدي يعلق على هالعنوان الرئيسي هذا اللي حطنه فوق خلافهم علني أنا باعتقاد الشخصي هذه رهان رهان أنه يخلفه نحن بنعرف أنه البلد قدر يتقدم بالاتفاق بين الرؤسي الثلاث وشفنا أنه بمراحل كتير يتقدمه أنا باعتقاد هذا هو رهان أكتر من ما هو شيء تاني الإعلام عنده سلطة قوية شئنا ما بينه فيه يقدر يعني يقول شغلي ويخلقها بالحياة السياسية يكون رأي عام أنا باعتقاد هناك اتفاق قوي بين الرئيسي الأولى والرئيسي التالتي والرئيس الثاني مباركي كمان هالاتفاق عشان هكي باعتقاد أنه منه جيد هذا العنوان سيء عم بلعب على التقارب القويت المستقبل والقاء جعجع الحريري أنه هيدا إعادة وصل من قطع بالسابق راح يكون بإطار يعني بوجه العهد وبوجه الرئيس ما بدي أحكي أنا بس بدي أحكي عن الرئيس كرئيس فخيمة الرئيس بيزعل إذا كان فيه تقارب قوتي مع المستقبل أكيد لا تقارب مع الجميع على كل حال ألا بيلولك الناس أنه هذه وجهة رأي وجهة نظر أنا راح أقول ورح جاوب أنه تطلعوا بهالفترة الماضية من أداء فخيمة الرئيس بعتقد أنه تعالى على كل هالأمور صحيح عشان هيك بعتقد أنه هذا شوي تنغيم على وطر مضخم الأعلان بأسداب يمكن شخصية ما فيك تعري ما بعرف بدي أستخدم كلمة بعتذرة من المشاهدين الكرام رخيصة شوي هذا العنوان منتابع مع صحيفة الشارع رئاسة الجمهورية نائب رئيس الحكومة ووزراء من حق الرئيس تعثرت مساعد تأليف وانطلقت مساعد تهدئة الحريري في بعبدة خلال الساعات أنا أشكلها كمان منغمين على هذا الموضوع وعاقصة مين بشكل الحكومة أو لا أنا هنا باعتقاد أنه اسمه الخلفية مختلفة الخلفية مختلفة لأنه معروف الشرق لم ينتابع الخلفية مختلفة هنا الخلفية هذه لأنه في كثير من المعارضين السنة عم بقولوا أنه هنا عم برد على أنه أنه الرئيس الحريري عم يتهيئا بصلاحيات الحكومة لصالح صلاحيات رئيس الجمهورية وفي كثير ناس متضررين من قصة التقارب بين الرئيس الأولى والرئيس الثالث أنا باعتقادي هون عم بيردوا على تكلام عبد الرحيم راتح ديضا كمان اللي صار يعني عم برد بطريقة وبتاني بين لهم أنه أنا اللي بشكل الحكومة وعلى كل فخيمة الرئيس بيعرف أنه دستوريا الرئيس المكلف هو اللي بشكل هو كلمته بالنتيجة يابي وافئ يابي وافئ يعني الماضي بالنتيجة بمجرد وجود مضيطه على المرسوم مش ممكن إلا أنه موافقته تكون إلزيمية فإذن دستوريا هذا حق دستوري وبعتقد هذا داخل بهالإطار هذا عشان هيك أنا بشوفه بشكل جيد بالشرق وأيضا الحق اللي شدد عليه بالبيانة مبارح مكتب الإعلام بالرئيسة نائب رئيس الحكومة عدم مطالبة بعدم تكريس أنه يبطل لرئيس الجمهورية هو من حق أنه يسمي رئيس الجمهورية كمان هلأ هو حقيقة يعني إحنا دستورنا أنا بقول أن النص القانوني مطاط أنا مني بس نص مطاط يعني المشكلة أنه كل واحد يشوف النص مثل ما بده وشان هكي يمكن فيه إحدى الورشات الورشات الأساسية بخلال هالفترة اللي باقي لفخامة الرئيس لأنه كمان بيقدر يعني أثبت أنه بيقدر يفوت يعزز الصلاحيات أيضا أنه على ليلي هالصغرات بالتفسيرات أنه ينطرحوا ويكون في إلهم حقيقة النص توضيحي أخلوا على صعيد الدستور حتى يتوضحوا تنضبط بالبناء الجيش السوري هي التحضيرات لبدء العملية الكبرى نحو تحرير درعة والحدود الأردنية رئيس الجمهورية يسقط الانقلاب على نتائج الانتخابات ويذكر بالصلاحيات والأحجام تداول باجتماع نواب 8 أدار لـ 45 لدعم العهد والمطالبة بثلاثة أضعاف حصة القوات بعد فيه 8 أدار و14 أدار مش شوي اختلفت الصورة عن السابق بالاستفافات هلأ هي أكيد اختلفت صار فيه عادة خلط صار فيه عادة خلط بعتقد أنه عادة الخلط كانت وقت الرئيسي بالـ 2016 صحيح بس اليوم فيه بعض الحنين يمكن لـ 48 على أفكار معينة يعني يعني بحاولوا يرجعوا يمكن بأفكار معينة بمواقف على مواضيع معينة عم يرجعوا بحاولوا بلمل بعضهم ولكن باعتقادي أنا 48 كانوا موجودين بمحاور إقليمية اليوم هذه المحاور تغيرت هي تغيرت من أساسها أولا بدون أن يختفوا الـ 48 نرجع على الكاريكاتور بصفحات بعض الصحف في آخر صفحة أكيد نبدأ مع صحيفة الشرق اللي مش مفهوم أبدا هذا الكاريكاتور مثل العادة بالشرق الحريري لجميل السيد روح بلدة البحر بره 40 سنة وبعده أعوج بس يعني لا هن لعبين على مسئلتين على هيكل شوي تباعد بين الرئيس بري والنايب اللي وق جميل السيد وكلام جميل السيد عقصة طبليت البحر جمهورية بين التأليف والحصص في المواطن رايح بين الرجلين كأنه كرة قدم عم بيلعبوا فيه يتقاذفوا تأليف والحصص هلأ رح نرجع 50 سنة لورا مع صحيفة النهار بمثلها نهار 27 حزيران بتصور كنهار خميس النهار برومانيا أوتوبيسات إسرائيلية وهجرة يهودية وأستثمارات بالملايين الرياض سنحارب مرة أخرى إذا فشل الحل السلمي أكيد يتراجع عن تصريحاتها وأكد أنه لم يتحدى عفوان قرار مجلس الأمن ننشوف شو بعد فيه البابا بولوس يعلن عن اكتشاف البقايا الحقيقية للقديس بطرس بطرس هلو كير بولوس السادس رفع أو مثل هنهار رفع تمثال السيدة بزحلة زحلة مقام السيدة نصبت رفع تمثال السيدة العزراء في زحلة إلى قمة قاعدة طوله طوله 55 مترا أهلي زحلة اليوم يجب أن يحتفلوا بهذا 50 سنة من نهيني 50 سنة على قد يبيل دهبة لارتفاع تمثال مقام سيدة زحلة صار مدرخ على الخارطة السياحية العالمية دينية كثير حلو بالكل سنة الدورة الثانية للانتخابات العامة في فرنسا 68 مرشحا يتنافسون على 316 مقعدا 680 عفوا الحكومة تعلن عن إجراءات اقتصادية لمنع ارتفاع الأسعار نحكي عن بريز نصل الكتائب تحذر المطالبين بإصلاح الوضع من الوقوع في فخاخ الوعود وغلات المستقلين يتحدثون عن محاولة لبعثرة صفوف تكتل الوساط بتعليل عدد من رؤساء الكتل المستقلة بدخول جنة الحكم مجلس الوزراء جلسة مختصرة وعشرة مشاريع زادت الودائع المصرفية 172 مليون أنا تفضل عشرة مشاريع زادوا 172 مليون يمكن مشروع واحد هلأ بكفه نحن من أول كتير حقيقة اقتصاديا على تشكيل الحكومي صرع التشكيل الحكومي والبدء بتنفيذ التزالي سادر واحد وخصوصا المشاريع هوني فيه قويلي كتير لأنه حتى فيه أسئلي كتير عم بيقولوا أنه هاو ببلش يشككوا بقصة 11 مليار أنه هذا شو ما فات من 11 مليار على الاقتصاد اللبناني البيئة الاقتصادية والبيئة الميلية بحاجة لألون مرتبطة بمشاريع نقدية رح تستفيد منه عشان هيك منتمنى أنه يصير هالأمر بسرعة وأكيد للي كل عم بيشككوا باعتقادي أنا يعني هنا صار فيه تحدي لحد معين للسلطة السياسية لأنه أنا بحكي بقصة السلطة السياسية لأنه القرار هو قرار جماعي بين كل المكونات السياسية اللبنانية على صعيد الحكومة بعتقد أنه صار فيه تحدي لألون من المواطن ومن النقاط أنه أي متر يبلشوا بسادر واحد قد ما يكونوا معارض الواحد إذا شفنا نتيجة الإيجابية على الأرض بعتقد بتتغير كل الليلية إن شاء الله أنه الـ 11 مليار بيفوتوا على الاقتصاد اللبناني رح يعملوا فرق كتير كبير إن شاء الله الأشغال الشقة المؤقتة لكل من يتصل بالعدو أو عملائه منع معادلة الشهادات الأجنبية إلا لللبنانيين المقيمين في الخارج رجعت تعدلت هيدا لا بعادلوا هلا وبيكتروا حتى بلبنان بيتم التقديم حسب الشهادات الأجنبية يعني وبيتم معادلة الضغري آخر شي مع الكاريكاتور بير صادق البوليس الدولي سنة 1964 بتصور أو 68 البوليس الدولي من 57 إلى 67 دي لعبة قديمة يعني موم بي عاوزين لعبة جديدة هيدا التنغيم على السابق يعني ما بعرف قديش بتشبه الصورة مختلفة كلية يعني مختلفين الإطار الإطار أكيد مختلف يعني حتى حضرتك اللي أريتي العنوان قبل شوي عن موضوع اللي كانوا ذكرين فيه الكتاب من نصة التحذير حتى الإطار مختلف جدا ولي يعني قراءة ومن نش سهل لأنه لحظت يعني بدي يكون الإطار بدي يكون عايش الواحد بالبال كونتكست حتى يفهمه بروفيسور جسم عجق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي أهلا وسهلا فيك شكرا لدعوتكم وشكرا على الصبحيات الحلوة اللي بتعطونا هي شكرا لإلكون مرسي لأهلك أهلا وسهلا فيك مشاهدينا خليكم معنا لحظات ونرجع لإلكون